السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا حتى يبلغ الحمد منتهاه اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك عنابت وبك خصمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وأصلي وأسلم على نبي الهدى والرحمة المبعوث بالكتاب والحكمة نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين ثم أما بعد لله أمر العالمين من البدى وعليه نور السالكين موقدة كيف السبيل وغير هدي أو حدي وهل الطريق ينال من دون الهدى الرشدة كلمات من القلوب تغنيك عن إبر وحبوب رشدة النهاردة عن علاج دائن من أخطر أمراض القلوب داء عضال انتشر في هذا الزمان وخاصة في هذا الواقع المرير وخاصة في هذه الأيام التي يعاني فيها وتعاني فيها الكثير من البلاد من أزمات اقتصادية ولا حول ولا قوة إلا بالله يقول أهل الحديث أن مدار السنة على أربعة أحاديث مدار السنة كما أن الإسلام مدار الإسلام على أعمدة بني الإسلام على خمسة على أعمدة خمسة بني الإسلام على خمسة شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقامة صلاة وإيطاء الزكاة وصول مموضان وحج البيت كذلك مدار السنة على أربعة أحاديث إنما الأعمال وبنيات من حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين وحديث إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبة تخيل أن حديثين من الأربعة دول عن أكل الحلال والتحذير من أكل الحرام رشدة علاج أكل الحرام أكل الحرام الذي تهاون فيه الكثير من الشباب وكثير من الناس في هذا الزمان وإن لله وإن عليه رجعون أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال ليأتين على الناس زمان لا يبال فيه الرجل بما كسب من حلال أم من حرام الإمام الشافية رحمه الله الذي كان كالشمس للدنيا والعفاة لأبدان قاله الرجل وأتى إليه الرجل في يوم من الأيام فبيقول له أنا بعمل عمل كل يوم بأبض خمسة دراهم ومش بيكفوني ما فيش فيهم بركة فطلب منه الإمام الشافية رحمه الله أن يذهب إلى صاحب العمل ويعطيه أربعة دراهم بدلا من خمسة دراهم فتعجب الرجل أنا بقولك ما بيكفونيش وفوش بركة تقول له نقص قال له بس تروح وقول له نقصك خليه أربعة دراهم فذهب ثم عاد إليه مرة أخرى يشكه إليه كلة البركة وانعدام البركة إلا أربعة مش مكفيين ما قلت لك خمسة مش مكفيين تقول أربعة فطلب منه الشافية رحمه الله أن يذهب إلى صاحب العمل فيعطيه ثلاثة دراهم بدلا من أربعة دراهم فعاد إليه الرجل مرة أخرى ويشكر الشافعي ويخبره بأن الثلاثة دراهم تكفيه وفيهم بركة قال الشافعي رحمه الله له وأخبره بأن الخمسة دراهم حقه في العمل كانت ثلاثة دراهم أما الدرهمان الباقيان لم يكون من حقه لذلك نزعت البركة من المال وأنشت الشافعي يقول جمع الحرام على الحلال يكثره دخل الحرام على الحلال فبعثره جمع الحرام على الحلال يكثره دخل الحرام على الحلال فبعثره اتقوا الله تبارك وتعالى طيب إيه أعراض هذا المرض وأعراض هذا الدائل عضال من أخطر أمراض القلوب له أعراض عديدة منها أكل أموال الناس بالباطل منها أكل مال اليتيم منها الرشوة الرشوة التي انتشرت في هذا الزمان وأصبح الكثير يأخذ رشوة ولا يخشى الله تبارك وتعالى لعن الله الراشي والمرتشي ومنها المماطلة في سداد وأداء الديون قال النبي عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريدوا أداءها أدى الله عنه ومن أخذ أموال الناس يريدوا إطلافها أتلفه الله ومن صور وأعراض هذا المرض مرض أكل الحرام وانتبهوا معاه لهذا العرض أكل المال العام أكل المال العام إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة تخيل لما صحابي صحابي من الصحابة يأخذ الشاملة يعني قطع القماش بعد غزو من الغزوات شوف يأخذها كده فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الشاملة التي أخذها لتشتعل عليه نارا فلا تأخذ من المال العام هذا المال مال الله تبارك وتعالى إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة من صور وأعراض هذا المرض المنتشر في هذا الزمان أيضا أكل الميراث بغير وجه حق الله تبارك وتعالى يقول وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غراء يعني إيه بقى وشاركهم في الأموال والأولاد يعني كل واحد بيأكل حرام الشيطان شريكه تخيل كده واحد يقول لي هي صور الحرام زي إيه زي إيه؟ ده من كتر ما الحرام وهو فايح في المجتمع ما يجب لنا التهابات في الجيوب الأنفية على سبيل المثال تلاقي واحد مرتشي والمصحف قدامه تلاقي واحد بيصلي بيصلي وبيصوم وبيحج وبيعتمر وتلاقيه مسك السبحة سبحان الله سبحان الله سبحان الله وواكل من رأس إخواته بغير وجه حق ولا حول ولا قوة ويقول لك سبحان الله هو فعلا سبحان الله اللي أنت بتعمله سبحان الله كيف تلقى الله تبارك وتعالى وكيف تقف بين الله تبارك وتعالى وقلبك هذا قد مرت بل قد مات بسبب أكل الحرام وتقول لي أصل حسنات يذهبنا السيئات إذا تقبلها الله تبارك وتعالى دي إذا لقيت حسنات يوم القيامة انت عارف لما تأكل الحرام وتأكل مال غيرك بغير وجه حق وتأكل المراث وتأكل أموال الناس بالباطل وتأكل مال اليتيم تعرف اللي يحصل يوم القيامة زي ما أخبر النبي عليه الصلاة السلام المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وقيام وزكا ويأتي وقد شتم هذا وسفك هذا وقتل هذا وأخذ مال هذا شوف بقلي جاي وأخذ مال هذا فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرحت في النار أيادا بالله تبارك وتعالى فتحرى الحلال تحرى الحلال في المأكل والمشرب والمال بس أنا عارف أنه سهل جدا سهل جدا على وجه السرعة تحصل على المال من حرام ولكن صعب جدا أنك تحصل على المال من حلال بس ربنا هيبارك لك فيه ربنا هيبارك لك فيه ياما بنشوف ناس جمعوا أمواله بسرعة هائلة من حرام ولا حول ولا قوة إلا بله فكانت هذه الأموال وبالا عليهم في الدنيا والآخرة وكم من رجل اكتهد وتعب من أجل أن يوفر لأولادي لقمة الحلال فبارك الله تبارك وتعالى له وفي أهل بيتي وفي زوجتي وفي أولادي إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن وبينهما أمور المشتبهات ده يعلمهن كثير من الناس تعرف حتى في آخر الحديث عشان أقولك الربط بين الحلال والحرام وبين أورادي القلوب في آخر الحديث اللي هو إن الحلال بيّن من حيث النعمان بن بشير قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح عن جسد كله وإذا فسدت فسد عن جسد كله ألا وهي القلب إيه العلاقة؟ إيه العلاقة إن النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ الحديث ويبدأ كلامه بالحديث عن الحلال والحرام ويختم كلامه بالحديث عن القلب قال العلماء لأن أكل الحرام يمرض القلب بل وقد يميت القلب فالقلوب تمرد كما تمرد الأبدان والقلوب تموت كما تموت الأبدان فإياكم وأكل الحرام وتحرى الحلال في المأكل والمشرب والملبس فرجل مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام أن يستجاب له أسأل الله تبارك وتعالى أن يزقنوا إياكم بالحلال ويبارك لنا فيه ويباعد بيننا وبين الحرام كما بعد بين المشرك والمغرب وصلى الله وسلم وبارك على عبد ونبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته